بالعمليات الحسابية الأكثر سيعمالا في إكسل هي المجموع total أو المعدة الموين وأكيد إكسل كي يمنحنا لفنكشن الخاصين بهذه العمليات الحسابية هنا في هذه الخانة محتاجين نحسبوا المجموع ديال هذه الخانات ولكن بدل ما نستعملوا لفنكشن sum اللي تعرفنا عليها غنستعملوا طرق خراج جديدة لحساب لصم اللي تقتمنا إكسل واللي كيتسموا بلزوتي دو سوم أوتوماتيك واللي يمكننا لقوهم فجوة الأماكن في الغيبان هنايا في الانغليا كي في مجموعة اديسيون عدنا الزر سوم أوتوماتيك وهنا كذلك في الانغليا فورميول هنايا في الاسر عدنا نفس الزر سوم أوتوماتيك في الزر يعين بجوج كالقوا هاد السهم الصغير معهم وأيضا كتظهر لنا نافدة لكتبي لنا أن اختصار لوحة المفاتيح لهذا الزر هو Alt تساوي إذن لابغينا نحسبوا المجموع في هاد الخانة بنسبة هاد الخانات فكنضغطوا على الزر سوم أوتوماتيك كنلاحظوا أنه تم اختيار هاد الخانات مباشرة إذن كنضغط على Entree هاد الزر مصمم باشي جمع لنا تلقائيا الخانات اللي بالأعلى ثم الخانات اللي على الاسر إذن غنرجع بالضغط على Ctrl Z هدنا كذلك طريق أخرى واللي هي كنضغط على الخانة اللي بغيت نحصل فيها على المجموع ثم كنضغط مرتين على الزر سوم أوتوماتيك الآن لابغينا مجموع هاد الخانات فكنختاروها وكنضغط على الزر سوم أوتوماتيك ومباشرة تيتضاف عندي هنين مجموع الآن لابغينا نحسبوا مجموع هاد الخانتين للفوق وهادو اللي على الاسر لسوم أوتوماتيك مصممة جمع المعطيات اللي بالأعلى أولا اللي على الاسر لكن شنو غتكون نتيجة في هاد الحالة إذا ضغطنا على الزر سوم أوتوماتيك كيدهر لنا انه تم اختيار هاد المعطيات اللي الفوق لكن في حالة احنا يكننا محتاجين للمجموع هاد الخانات اللي على الاسر فبالتالي يكفي نختاروها ومن بعد نضغطو على الزر أنتخي وهكذا كان نحصل على النتيجة الآن اللي احتاجينا مجموع هاد الخانات هنا يا فيكفي نختاروها ومن بعد نضغطو على الزر سوم أوتوماتيك وكان نحصل على النتيجة نفس الشيء هنا يلا بغينا المجموع فيكفي نختارو هاد الخانات ونضغطوه من جديد على الزر الصوم أوتوماتيك نرجع الآن بضغط على Ctrl Z الآن لابغينا المجموعة ديال الصفوف والأعمدة في نفس الوقت فيكفي نختاروها ومباشرة بالضغط على الصوم أوتوماتيك كنحصلوه للنتيجة من غير عمليات الجمع أو حساب المعدل مثلا نبغينا هنا ينحسبوه المينيموم فكنكتبوه هنا مينيموم ويكفي الآن نضغطوه على هاد السهم ونختاروه نطلاقه من هاد القائمة مينيموم مباشرة كيتم اختيار الخانات نضغطوه على Entry وهكذا حصلنا للنتيجة وهذا هو المينيموم في هاد الخانات نفس الشيء لابغينا الحساب المكسيموم مثلا لابغينا الموين ديال هاد المعطايات فيكفي نختاروها ومن بعد نضغطوه على هاد السهم ونختاروه موين وكنحصلوه على الموين ديال هاد القيام إذا نستغلو هاد الزر وانتما خطا من فيكسل بحيث كيساعدنا في ربح الوقت والقيام بالعمليات الحسابية مشكل أسرع اشتركوا في القناة